دكتور محمد هو الموضوع كده؟ يعني هي الحدوتة كده بالزبط؟ صحيح؟ هو العمل الحر كده يعني حذراك كنت بتتكلم بمناسبة احتفال بعيد العمال قلت لنا فيه حاجة نوع تاني من الاحتفال ونوع تاني من العمل اللي احنا بنعمله أو مصر داخل عليه وهو العمل في مجال الدكتولوجيا وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه ووزارة الاتصالات حتى كانت بتتكلم كده في معظم مقالاتها ان احنا يا جماعة عايزين نعمل نوع تاني من الاقتصاد هو الاقتصاد المعرفي الاقتصاد المعرفي هو باختصار خالص طلع العامل أو الموظف من دائرة العمل التقليدي ان هو يروح الشغل بدوام كامل لحد خلاص يعني هينم مهاراته ويبيع المهارة اللي عنده بالمناسبة يعني انا كحد يعني حابب برضه اشارك قصتي مع حضرتك لانها قصة في مجال العمل الحر يعني انا باعتبرها وباعتبر Egypt Forward تحديدا من اهم المبادلات اللي كانت موجودة في مصر وساعدت ناس كتير جدا في مجال العمل Egypt Forward دي مبادرة تبنيتها وزارة الاتصالات صحيح تمام اول مبادرة يعني انا يعني تقريبا تعرضت لها مع وزارة الاتصالات كانت Egypt Forward في الفترة دي كان يعرفت عنها ازاي يعرفت عنها كان برضه في بداية كورونا كنت شغال موظف في شركة سياحة انترناشنال انا خريج على سنون شمس وطول عمر شغال في الانجليش دي المبادرة هي احنا بنعرضه اه كنت شغال مدرس انجليزي على مدر اكتر بسات سبع سنين في جنب التدريس كنت شغال في شركة سياحة انترناشنال بديهم سابورت بعمل هاندلينج المشاكل الموجودة في الشركات لان هو ده خبراتي مجال السياحة في فترة كورونا يعني خلاص الشركة وقفت شغلها بقيت انا كمحمد كتدريس مفيش تدريس مدرس توافت مفيش تعليم مفيش دخل ومفيش دخل مفيش خالص شركات سياحة مفتوحة الصفر من دولة للتانية والسياحة وكل وقف في الفترة دي يعني انا حد من صحابي مقربين جدا يعني اقترح علي ان انا ادخل المبادرة واشترك فيها كمتعلم اه اتعلمت في المبادرة قال لي بص الكورس ده مدود ست شهور اه ادخل اتعلم مكان بقى الكورس ده انا خدته مجانا 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 اه عدت قال لي الكورس مدود ست شهور ادخل اتعلم وفي نهاية الست شهور ربنا يا كرامي ده وزارة التلتصالات وقفرت لك الكورس ده مجانا صحيح اه فانا كحد متجوز ست شهور مسافة كبيرة جدا يعني قال لي تب بص توكي الله وادخله وخلاص يعني يا دوبك شهر واحد اكتسبت نوع معين من المهارات في مجال التسويق خلاص أنا شهري بالزبط خلاص أنا بقيت ترينر مع الشركة اللي أنا أخدت فيها الكورس مع وزارة الاتصالات عملونا نوع معين من الاختبارات الحمد لله بقيت ترينر معهم وحتى بقيت سورفايزر حتى على الطلبة الموجودين وبديهم سبورت في الكورس اللي هم بيأخدوه وده ما عدت تشوه؟ خلال شهر ونص خلال شهر ونص؟ شهر ونص بالزبط وده كان بمقابل؟ كان بمقابل بالدولار مع شركة يوداستي اللي هو البرتنر لوزارة الاتصالات ده هم اللي اختاروك بقى؟ اه لان كان فيه اختبارات وكان فيه ناس متقدمين كتير جدا وكانوا محتاجين حد خلاص معاه الكريكلم الموجود أو المنهج الدراسي الموجود وبقى خلاص اكسبرت فيه وهيشرح حاجة معينة وفيه تست معين اونلاين لازم تأديه لاتهما تكلم من غير اختيارات من غير وسطات من غير اي حاجة عد التست وعد الاختبارات الموجودة وبعدين بدأوا يختاروا من الناس الموجودين تمام وبعد كده ايه الخطوات اللي عملتها تاني؟ بقيت ترينر مع يوداستي وبقيت خلاص محترف مجال تدريس الديجيطال ماركتنج ده كله نظريا نظريا لا انا كويس جدا طيب خلاص انا يا جماعة عايز انزل سوق العمل زي ما حاجة بتقول الخبرة والكفاءة والمهارة ده مش موجود في الكتب بدأت انزل شركات ترينر فيها تريننج بتعلم فيها وناس مديرين موجودين خلاص انا بعد فترة معينة انا كمحمد خدت الجانب العمل اللي انا محتاجه بدأت بعدها ادخل على المنصات الموجودة في الانلاين زي ما اسلام قال فايفر وابورك وفريلانسر وغيرها من المواقع الموجودة حتى بعلاقاتك الموجودة على السوشال ميديا والاكوانتات الموجودة تقدر بمجرد ما تعمل سيرش عن الشركات بالمسمى الوظيفة اللي انت محتاجه بالمهارة اللي انت كويس فيها انت كويس في الديتا ماركتنج ابحث عن الوظائف بنفس المسمى الوظيفة هتلاقي ناس كتير جدا بتدور على موظفين يقدوا تسكات معينة في كل انحاء العالم في كل انحاء العالم انا شخصيا بعد فترة معينة خلاص طب انا بقيت ترينر وبقيت بعمل جايدنس للطلبة للموجودين طب انا كمحمد انا عندي حل المشاكل لناس كتير جدا في الطلبة الموجودين دي مواقع العمل اللي ممكن الناس تلاقي فيها صحيح بعد فترة معينة خلاص طب احنا انا كمحمد اقدر اساعد الطلبة الموجودين طيب بدأنا اعمل اكاديمية خاصة بي انا كمحمد اكاديمية اكاديمية اونلاين كمان مش مالهاش مكر اعملت اكاديمية هدفها الوحيد كان يعني هدفها الوحيد ان حدك صاحب بيزنس ما عندوش طريقة يراقب بيها الموظفين الموجودين خاصة في مجال ديجيتر ماركتنج لانه بيعتمد على الكفاءة والمهارة انا كصاحب بيزنس ما عنديش الكفاءة والمهارة دي فانا محتاج حاجة من اتنين يجيب حد اكسبرت وعنده الكفاءة والخبرة ان هو يدير المنظومة او انا كصاحب عمل اتعلم المين تسكس الموجودة واعرف انها وان انا انا نفذ التسكات دي طيب الاكاديمية دي اللي بيدخلها بيدفع فلوس اكيد والخدمة اللي بتأديها للعنصر الاجنبية او للشركة الاجنبية بتاخد منها فلوس اكيد ودلوقتي بقى يعني كورونا كانت فتحت خير كانت فتحت خير صحيح يعني ايش خيال يا ناس يعني انت دلوقتي بتاع المصنع اكيد سمعك وشايفك دلوقتي وانت بتمسي عليهم اكيد وبتقول له والله متشكرين جدا خلي المصنع بتاعك معك لما ظهري واجعني ربنا تكرمني من حتة تانية وحضرتك برضو بتاع السياحة لما وقفت نفس الحكاية وبقى فيه داخل بالدلوقتي والميزة الاضافية كمان خلاص ما بقاش في حاجة اسمها مرتب انا كمحمد محتاج كامل شهر ده انا كمحمد الشهر اللي جاي ايه مدى الالتزامات اللي موجودة عندي ايوة بناء على مدى الالتزامات بيتحدد عدد العمل اللي انا بحتاجهم يعني فيه في المغزن عمل كتير فانت بتنقى منهم لا انت وقتك ومجهودك هو المغزن بتاعك يعني لو تب بدل 8 ساعات شغل خليتهم 16 اكسب اكتر طبعا انت لو خليتهم بدل 8 خليتهم 9 هتكسب اكتر يعني لو المدام جات قالت لك انا عايز اغير العربية هتزود 8 ساعات العربية تغيرت اكيد وده اللي حصل معي فعالية بس مش في عربية بقى في حاجات تانية اه حاجات اهم يعني اكيد ده بقد والله بقد